السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع قناة حكاوي تاريخية هنتكلم النهاردة عن معركة حاول الروم أن ينصبوا فيها فخاً للمسلمين حتى يسحقوهم ولكن تظهر عبقرية المسلمين في اكتشاف هذا الفخ فيجعله فخاً بداخل فخ ويسحقوا فيه جيش الروم عن معركة فحل أو ما تسمى بمعركة الوحل بعد انتصار المسلمين في معركة الأجندين وفتح دمشق أصبحت ولاية إسلامية ولينك الحلقات دي هتلاقوها في وصف الفيديو واتكلمنا عن قرار عمر بن الخطاف في عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش وتولية أبو عبيدة بن الجرح مكانه وسيطرت المسلمين على سوق أبو القدس أرسل الخليفة عمر بن الخطاف بقرارات جديدة وهي عمر بن العاص يتولى قيادة فلسطين ليس فقط عسكرياً ولكن مدنياً هو المسؤول عن فلسطين يديرها مدنياً ويديرها عسكرياً يزيد ابن أبي سفيان يتولى قيادة دمشق والمنطقة اللي حولها وأيضاً يديرها عسكرياً ومدنياً شرح بيل ابن حسن يدير الأردن أبو عبيدة بن الجراح يدير حمص بعد الاستيلاء عليها فكل أمير يدير منطقة مدنياً وعسكرياً وأي معركة تقع في منطقة أحد القادة يصبح هو قائد للمسلمين لأنه أعلم بالمنطقة بتاعته طبعاً هرقل بعد هزيمته من المسلمين في عدة معارك متتالية وسقوط دمشق من قبضته بدأ يتحرك باستراتيجية مختلفة فبدأ يحشد كل قواته في بيسان أرض نهر الأردن في أوائل ذي القعدة عام 13 هجرية وقرر هرقل أن يضرب المسلمين من هناك تفكير هرقل كان يريد فصل جيش المسلمين اللي في الشام عن جزيرة العرب يعني لو فيه أي مدد من الجزيرة يوجد حاجز يقطع الطريق على المسلمين ولو فيه أي هروب من المسلمين اللي في الشام أيضاً يوجد حاجز صدهم وجعل هرقل على رأس جيشه سقلار ابن مخراق أول ما وصلت الأخبار إلى أبو عبيدة إن فيه تجمد الروم في بيسان وإنهم قد يصد المسلمين لأنهم لو تحركوا في الشرق تستطيع أن تقطع المدد الواصل من المدينة على طول عقد مجلس حرب وتقرر في المجلس أن يواجه المسلمين الجيش الرومي في بيسان بعد السيطرة على مدينة فح قبل أن تكتمل صفوفهم ويشكله خطراً للمسلمين وأن يتركوا في دمشق حامية بقيادة يزيد بن أبي سوفيان لحماية المدينة تحرك المسلمين من دمشق تاركين لواء يزيد بن أبي سوفيان ويقود جيش المسلمين شرحبيل ابن حسن لأن المعركة تقع ضمن منطقة عمليات شرحبيل ووضع في مقدمة الجيش خالد بن الوليد يقود لواء العراق ووضع أبو عبيدة وعمر بن العاص يقود جناحين وضرار ابن الأزور قائد لخيات المسلمين وكانت عداد جيش المسلمين تلاتين ألف مقاتل أول ما وصلت الأخبار إلى سقلار قائد الروم بتحرك جيش المسلمين إلى فح أمر الحامية الرومية اللي فحل بإخلاء المدينة والانضمام إلى بي سان طبعاً استعدادات جيش من ثمين ألف مقاتل أمر صعب ومحتاج وقت فالروم كانوا محتاجين وقت عشان يتجمعوا بكسرة فألقوا الحجارة والأخشاف في النهر فاللي حصل إن سد النهر مما أدى إلى إغراق الشريطة الكائن على جنبي النهر فصارت المنطقة مغمورة بالكامل وصل شرح بيل بجيشه إلى فحل واستولى عليها وتقدم نحو بي سان إذ يتفاجأ المنطقة بأكملها مغمورة بالوحل فوقع حرس المقدمة في الوحل وخرج منه بصعوبة بالغة ثم عادوا إلى فحل مرة أخرى وانتظروا قرابة أسبوع حتى يجف الماء والمسلمين لا يعرفون المنطقة والطرق الأخرى اللي ممكن تؤدي إلى بي سان استعد جيش سقلار وأصبح تعداده 80 ألف مقادل وقرر إن الوقت قد حان لتوجيه ضربته للمسلمين وكان من ضمن خطته أن يهجم على المسلمين على حين غره بعد أن اطمأنوا إنهم في أمان خلف المستنقع وتوقع أيضا إن قتال المسلمين في الوحل سيجدوا صعوبة لإن حركتهم سريعة فبكده يخسروا أهم ميزة لهم سقلار يعرف طرق أخرى لعبور هذا الوحل لأن دي منطقته وصل جيش الروم غرب النهر قلوب الشمس يوم 27 منذ القاعدة 13 هجرية وبعد الغروب تشكل جيش الروم بترتيب القتال وتقدم نقوى فحل في ظلمة الليل حتى يفاجئ المسلمين ويقضي عليهم في هذه الليلة ولما اقترب الروم من معسكر المسلمين في فحل إذ يتفاجأوا جيشا كاملا مستعدا للمعركة وكمان بترتيب القتال كان شراحبيل قاعد حذر وكان يتوقع مجيء الروم في أي وقت ولهذا كان لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة وكان يرسل الكشافين والجواسيس على امتداد المستنقة لرصد تحرك الروم نحو فحل فبعد علمه بتحركهم أمر جيشه بالاستعداد وبترتيب القتال هجم سقلار هجم سقلار بنفسه على المسلمين وهجم الروم على كل جوانب الجيش الإسلامي صدوا المسلمين الهجوم وأي محاولات الاقتراق صفوا فيه وجد سقلار في مقدمة الجيش خالد بقواته ودارت معه معركة كبيرة وقتل سقلار وأصيب جيش الروم بخسار كبيرة استمر القتال تولى الليل ونهار اليوم التالي وقاتل المسلمين بقوة وبدأ الروم في جنح الليل في الانسحاب إلى بيسان عندما وجد شرحبيل انسحاب الروم في المنظم وكلنا عارفين أن أي انسحاب بيقع فيه خسار كبيرة وبعدما تبين له أن هذا الانسحاب انسحاب شامل وليس تكتيكي أمر شرحبيل بالهجوم المضال فانقض جناحين المسلمين على مؤقرة جيش الروم وفشل الروم في السيطرة على التحرك أثناء الانسحاب فقد وقع معظمهم في مستنقع الوحب وعندما طاردتهم جموع المسلمين انهاروا وفقدوا أعصابهم وطارد المسلمين الروم بمعنويات عالية فذبخوا معظمهم في مستنقع الوحب وكانت خسائر الروم عشرة آلاف مقاتل وهرب الباقون إلى بيسان وبعد انتصار المسلمين في فحب وزع جيش المسلمين فبقى أبو عبيدة وخالد في فحب واجتاز شرحبيل وعمر بن العاص مستنقع الوحب عبر الطرق التي أصبحت الآن معروفة للمسلمين وفرض حصارا على بيسان وبعد بضعة أيام شن الروم هجوما من حصن بيسان لكنهم ذبحوا من قبل قوات شرحبيل ثم بعد ذلك وجد الروم ان لا مفر من ذلك وان الحصار سوف يطول مفيش مؤن تكفي لذلك استسلموا ووافقوا على دفع الجزية ووافق شرحبيل على ذلك انظروا إلى رحمة المسلمين كان هدفهم إقامة دولة حققية تقوم على العدل وتقليص هذه البلاد من ظلم وقهر الروم ثم توجه شرحبيل إلى طبرية واستسلمت أيضا وبشروط مماثلة لبيسان ثم توجه عمر بن العاص وشرحبيل إلى فلسطين وهنا حدث التغيير في القيادة لأن فلسطين منطقة عمليات عمر وبذلك عمل شرحبيل تحت قيادة عمر بن العاص كقائد لواء وكتب عمر بن العاص إلى أمير المؤمنين يخبره بتجمع قوات كبيرة للروم وعن مكانها وأرسل أمير المؤمنين إلى عمر بالتعليمات تفصيلية وأمر يزيد بالاستيلاء على شاطئ المحر الأبيض المتوسط وتحرك عمر بن العاص وشرحبيل إلى تجمع الروم في موقعة إجنادين الثانية وهزموا مرة أخرى على يد عمر بن العاص وانتصر المسلمين وبعد ذلك افترق اللواء فذهب عمر بن العاص للإستيلاء على نبلس وغزة ومواس وبذلك سيطر على كل فلسطين معدل قدس بينما تحرك شرحبيل نحو المدن الساحلية إلى عكة وصور واستسلمت له بنفس الشروط السابقة أما يزيد فقد تقدم مع أخيه معاوية واستولى على صيدة وجبيل وبيروت وبنهاية عام 14 هجرية كانت فلسطين والأردن وجنوب سوريا باستثناء القدس وقيصارية بيد المسلمين يريد تكتبونا تعليقاتكم إيه رأيكم بإدارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في فتحاته وأنه قسم قيادة الشامل القادر اللي تم ذكرهم ويرأيكم بخطة المسلمين في المعارك انتظرونا في سلسلة الفتحات الإسلامية اللي حنتكلم فيها بالتفصيل عن المعارك والفتحات والأحداث التاريخية اللي كوانت دولة جديدة تقضي على الفرس والروق ونشر العدل في كل أنحاء العالم يريد تشتركوا في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ونشره لأصدقائكم